اشتركوا في القناة 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 واخوتي لا اقول ذلك حصرا حتى اليوم الحمد لله عند المسلمين تقديم كبير في امور كثيرة لا نريد جلد انفسنا وقونا اقول اننا في اخر الامام لا الحمد لله موجود الخير في امة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة وهنا موجود وبيننا موجود ومعي ومعك موجود ولكن نحلل الامور بشكل عام دون ان نجلد الذات هناك فريق اتى ويقول السبب في تخلف الامة الاسلامية عموما والعربية خصوصا هو اعتمادها على التراث الاسلامي وعلى الموروث الفقهي هذا كله حسب القول كان مصائب في مصائب وبعد عن حقوق الانسان وبعد عن حقوق المرأة وغير ذلك فهذا هو سبب تخلفكم يا مسلمين يأتي فريق اخر يقول بالعكس تماما بالعكس تماما عدم تمسكنا بهذا التراث كما هو هو سبب تخلفنا ولاننا تركنا ديننا وابتعدنا عنه نحن الان في اواخر الامم قوة وتكنولوجيا وفكرا وعلما وترجمة وطبا الاخ 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 الى اخره وهنا اخوتي اريد ان ادخل مدخلا له علاقة بما يسمى الفكر التنويري الفكر التنويري له تعارف كثيرة يصعب حصرها في خطبة جمعية سريعة ولكن هناك من الناس من يأخذ من التنوير ضرب التراث جملة وتفصيلا وهنا اريد ان ابحث الموضوع بيننا وبين باقي الامم واول ما اذكره هو انسان ليس مسلم هو عالم فيلسوف انجليزي اسمه اديلر باف او بالالماني اديلر فون باف بالانجليزي اديلر اوف باف بالعربي يسموه اديلر الباثي متى عاش هذا الفيلسوف في القرن الثاني عشر اخوتي الاعزاء ذهب الى بلاد العرب والمسلمين ذهب الى بغداد بغداد دار الحكمة بغداد دار الفكر بغداد دار التراث والثقافة والموسيقى اللهم اعدها كما كانت بغداد واجعلها مرة اخرى بابا للحكمة كما كانت وابعث لها من يأخذ امرها ويجعل العدل بين الناس في توذيع السروات وفي فهم الامور مرة جديدة ولكن عودة الى هذا اديلر الباثي الذي كتب لصديق له في الكنيسة الكاثوليكية وقتها رسالة قال فيها الان الحديث لأديلار انا اتعلم من اساتذتي هنا المنطق والفهم والسؤال والفرنوفت باللغة الالبانية الفرنوفت يعني الفكر السليم والسؤال والاخذ والعطى وكثرة الاحتمالات في الجواب هذا اتعلمه انا المسيحي لم يغير دينه على يد اساتذتي العرب والمسلمين اما انت يا صديقي يتأسف يقول له يا صديقي يا عزيزي يعطوك كل شيء في قوالب بسكوبة جاهزة هكذا هذا الحرام هذا الحلال خذه لا تفكر خلص الامر هناك كنيسة هناك بابا هناك دين هناك كليات فكرت عنك وعطتك الحل اما انا فلا تعلمت كيف افكر وماذا فعل هذا ادلال هذا اخوتي واحبابي ترجم كتبا عن التكنولوجيا في ذاك الوقت وعن الخوارزم وسنذكر ذلك بالتفصيل ولكن رجعة قليلة لاخواننا الذين يقولون نضرب التراث جبلة وتفصيلا اخوتي لا يمكن لامة ان تتقدم دون ان تبني حاضرها اخذة بعين الاعتبار ماضيها وان تخطط لمستقبلها اخذة بعين الاعتبار حاضرها و ماضيها والماضي لا يعود لسنة او سنتين او مئة سنة او مئتين يعود الى الف والفين وحيان الخمس تلاف سنة انت الذي تتحدث به مع ابنك في البيت وانت اختي الفاضلة مع اولادك هذا تراكمات تراكمات حضارية واجتماعية وثقافية وفلسفية كيف تريدون منا ان نضع كل شيء جانبا ونقول مثلا نأخذ القرآن فقط كتاب الله ولا اله الا الله وليس هناك عندنا كتاب من الله معاشر المسلمين غير هذا الكتاب القرآن الكريم لا نقاش على هذا بيننا وبين الجميع متفقين ولكن لا يمكن ان نبني حياة وثقافة على لا شيء يأتي من يعترض ويقول ولكن انت انت يا امام يا شيخ يا استاذ يا صديق تعيش في اوروبا واوروبا فعلا في عصور التنوير ال اوف كلير الانلايتمينت سابع عشر ثامن عشر تاسع عشر تركت الدين جملة وتفصيلا من يقول هذا لم يدرس اصلا التاريخ الاوروبي ولم يعرف شيئا عن اوروبا صحيح ان كان هناك شيئا من القطيعة مع الكنيسة كحاكم والكنيسة كصاحب سلطة هذا صحيح ووضع هذا محل السؤال ولكن الفلسفة والفكر والعلم مبني على بناء كل شيء ما قبله كنت قبل بضعة اسابيع في محاضرة لبروفيسور عندكم هنا في بينا اسمه هانس شيلكسهور بروفيسور كاثوليكي فيلسوف مشهور جدا مع شبابه يعني الآن دخل في ستين عند الفلاسفة ستين سنة يعتبر شابا وبعد أن درس أكثر من خمسة وثلاثين سنة في الجامعة استلم مقعدا في كلية الإلهيات الفلسفية الكاثوليكية وفي محاضرته بمناسبة استلامه لهذا المقعد عاد إلى أثنى وإلى القدس وإلى سانتو دومينغو في أمريكا اللاتينية عاد إلى هذه البلاد الثلاثة لم يقل نبدأ بالفلسفة اليوم ونبدأ بالتاريخ الآن بالعكس قال إذا أردنا أن نفهم ما يحصل هنا وفي أوروبا وفي أماكن أخرى يجب أن نعود لهذه الأصول ونرى ماذا كتبوا في القدس من الناحية المسيحية ماذا كتبوا في أثنى من الناحية الفلسفية ماذا فعل اللاتين أمريكا الذين كانوا مسيحيين ولكنهم كانوا متهدين من قبل حتى المفكرين كان هناك مفكرون في العصور الوسطى الأوروبية المسيحية الذين يقولون هؤلاء شعوب لا يعتبر بشر يعني شعوب بين الحيوان والإنسان والعياذ بالله ليس في هذا عندنا والحمد لله وكان عندما تنصرت تلك الشعوب كان عندهم مفكرين دخلوا على الخط وانتقدوا الأمر وصار لهم كلمة وصار لهم حرية الفكر داخل الكنيسة الكاثوليكية وما يسمى البفراي والتيولوجي يعني مدرسة التحرر في الفكر المسيحي أصلها كانت ثورة على الكنيسة من داخل الكنيسة ولكن ماذا ترك عندما دخلت قلت له مسلما عليه قبل المحاضرة ولكن أين بغداد وأين دمشق يا بروفيسور هل نسيتها قال لا وأعتذر وسأذكر ذلك هذا أولا لسببين أولا لأنه ليس هناك وقت في أربعين دا دقيقة أن أعود إلى بغداد ودمشق والعالم العربي والإسلامي وثانيا أنني لست تماما من أصحاب الاختصاص في هذا الباب تواضع تواضع العين من الرأس قال شيء لست محضرا له في هذه المحاضرة البهمة بشكل قوي وباني علي لا أريد أن أتحدث ولكن ذكره وذكر الفارابي وقال كيف لنا بدياسة دراسة الفلسفة السياسية في أوروبا دون أن نعود أيضا للفكر العربي والإسلامي والفارابي وبغداد فإذا ذكرت بغداد والحمد لله في ذاك الوقت طيب وقته هل نعود إلى صاحبنا أديلار لكي لا ننساه كثير من الناس لا يعرفوه على فكرة مهم جدا إخوتي حتى أن نذكر الأوروبيين بتاريخهم نظلم نظلم أولادنا في المدارس لا يتعلم هذه الأسامي في المدارس النمساوية نحن نعتب على كل من يقوم بتقييم المناهج هنا أنه يقفز أحيانا على الأسامي الإسلامية قبل في بداية العام 2000 تحدثت تحدثت الدنيا كلها عن الألفية الثالثة وتذكرت الألفية الماضية يعني بين عام ألف وبين 2000 وتحدث الناس عن الطيب والفلسفة والموسيقى والرياضيات وغير ذلك وتسعين في المئة من الأبحاث كانت تتحدث عن الألفية كلها وكأنها فقط ضصفها الثاني يعني من 1500 لألفين فنقول له يا جماعة الطب مثلا إذا أخذت الألف الأول بين 1500 ترى هناك تقريبا كل العالميين المشهورين من ابن نفيس وغيره وابن سيلا وغيرهم من العرب والمسلمين أين هم لماذا لن نعلمهم لأولادنا هذه من جهة ولكن الحمد لله المثقفون والعارفون يعرفون ذلك ولكن نقول أنه أقل من الواجب لذلك يجب علينا إخوتي وأحبابي أن تعلم أولادك وهم هذا إن كنت أنت نفسك لا تدري ليس هناك حرج ولكن شجعه أن يبحث ويتعلم ويعرف هذا أديلر عاد وترجم ما كتبه الخوارزمي الخوارزمي هذا العالم العجيب الغريب الذين هنا يسمونه أونيفرسال جيليرتر أونيفرسال أونيفرسال الإسلامي لا تقل لي نحط تراثك أخي داخل في بعضه لا يمكن تقول أنا أخذ من خوارزمي الجبر لا علاق هذا الخوارزمي عمل لك فقه مواريف ممكن أن تأخذ وتترب ولكن كان فقيها فكان هذا الخوارزمي درس الجمع والتفريق في الحساب الهندي تعرفون إخوتي الهند كانت قبل الإسلام لنكون على عدل في كلامنا الهند كانت هي أم الرياضيات والحساب والأرقام أخذها الخوارزمي وغيره منها وطورها وجعل المعادلات الرياضية ووضع أسس علم الجبر حتى سموه هنا بال ألغورزمي باللتيني ما اسمه الخوارزمي اسمه ألغورزمي وكل الذي يدرس الرياضيات ويتعب بها ليلة نهار من شبابنا يتعلم اللغارزم اللغارزم بالإنجليزية واللاتينية ولكن أيضا 90% لا يعرف أنها أتت من الخوارزمي الألغورزم الخوارزمي بعود قريبا قبل أن آتي بحثت في الويكيبيديا في اللغارزم ولم يذكر هناك الخوارزم إذا بحثت عن الخوارزم تجدها وهو الذي وضع اللغارزم طيب لماذا لا نكتب ها الويكيبيديا مفتوحة لكل الناس كل أخوان هنا الجدد أو القدام مجيدي الإنجليزية ومجيدي العربية ممكن يعمل حساب ويكتب دون أن يقوم بالدعاية ودون أن يحتج أن يكتب المعلومة انتبهوا إخوتي بعض الإخوة يدخل على الويكيبيديا ويظن أنه يكتب مقال جريدة أو رأي لا 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 هذه موسوعة موسوعة يعني تكتب سطر واحد فقط موثق وتضع المصدر فقط ما في رأي ما في رأي إذا كان هناك رأي يجب أن تقول من صاحب الرأي هل هو معتبر أو عنده الملحوظية المعلومة أو لا فإذا هذا متى ولد الخوارزمي تقريبا ب780 الميلادي أتحدث هنا ميلادي قاصدا إخوتي لأنه للأسف كثيرا من مراجعنا تدرس الهجري تدرسه للأطفال فيضيع لا يعرف عن ماذا يتحدث فيجب دائما نذكر الهجري بخير ولكن دائما نحدث دائما بالميلادي لكي نعرف كم صر يعني هلأ 1200 سنة 1500 سنة غير ذلك كي يكون عندنا شعور أين نقع نحن في هذا المجال من 780 إلى تقريبا 850 هذا كان معمرا أبو جعفر محمد بن موسى أول خوارزمي رحمه الله طيب ودرس دراسات بطليموس اليوناني ووضع حتى قواعد الاسترلاب هذا الأداة لمراقبة الفلك وعطاه المأمون الخليفة العباسي وقتها سبعين عالم جغرافيا يشتغل على خريطة الأرض كل يصلحها التي أتت من اليونان سيأتي أحدهم ويقول ولكن المأمون وقتها كان داعما لدار الحكمة والخوارزمي وغيره ولكن هناك ملاحظات عليه في تصرفاته السياسية نعم هذا هو التراث التراث لا يعني أنه ذهب خالص الذهب الخالص هو القرآن الكريم وما غير ذلك هو إرث بشري مع تفسير القرآن طبعا نقذ السنة الصحيحة لا ننساها لا تقارن بالإرث البشر العادي هذه بين بينين لها حديث خاص السنة الصحيحة الحديث الصحيح أما ما عدا ذلك حتى التفسير هو إرث بشري فيه أخذ وعطا وفيه كلام فيأتي من يقول ولكن هل تعرف أنكم أنتم منسلمون هم الذين لم يحترموا الخوارزمي ويعطوه ثيمته التي يستأهلها نعم صحيح صحيح هل هذا أيضا تراثنا نعم أيضا تراثنا فإذا نعيد مثلا ابن تيمية رحمه الله وهو عالم معتبر في الأمة الإسلامية أعجبنا أم لم يعجبنا ينتقد الخوارزمي ويقول الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا هذا العلم إلا أن العلوم الشرعية مستغنية عنه مستغنية نستغني عنه لأنه يعني الخوارزمي منجم كان يدرس الفلك ونجم ومترجم كتب اليونان بين قوسين الكفار أو غير المسلمين وغيرهم فإذا لا نحتاجه طيب خربطنا الشباب الشاب الآن الذي عم يسمع يقول أشاء الله الخوارزمي والدنيا وبطليم والأسترلاب عالم تاني مسلم عم يقول هذا يعني نص كافر لا يخذ منه شيء أيضا تراثنا فنحن نقول إخوتي لا وقتها نقول نأخذ ما نراه مناسبا لوقتنا دون أن نغلط بهم بالعلوم السابقة يعني مثلا تقرأ تقرأ عن عن كل الفلاسفة أنهم كانوا متهمين بالكفر والإلحاد والزنطقة والسحر والكذب وهذول كلهم يعني حتى ابن سينة الفارابي الكندي العقوبي حتى الجاحظ المفكر المعتزلي الكبير ابن الهيثام الإدريسي كلهم أتى من يشتمهم طيب يا إخوتي إذا وضعناهم هذول على جنب ما يبقى لنا ما يبقى لنا بالله عليكم نحن في المثل العامي السوري الشامي يقول حيلتنا وفتيلتنا يعني هذا هو الذي أعطيناه للأمم فنتركه أو نضرب به عرض الحائط لا إخوتي طيب يأتي من يقول طيب لماذا سيأتي الشباب ويقول طيب جابر ابن حيان يقال عنه مثلا أبو الكيمياء أبو الكيمياء هذا ما نحن الذي سميناه كذلك مارسيلان بيرتي لو واحد من أكبر علماء الكيمياء في العالم فرنسي قالت ذلك عن جابر من حيان الذي أيضا كمان له باع في الفلاك والهندسة والمعادن والفلسفة والطب والصيدلة هذا قبل الخوارزمي يعني من 720 تقريبا لـ 815 طيب لماذا وضع محل السؤال مثلا أعطيكم أمثلة الكيمياء كان يخلط بينها وبين السحر والشعوذة كان هناك فعلى مشعوذين كيميائيين يقول لك أعطني هذا الحجر وأحول لك كيميائيا ذهب وهذا في كل العصور حتى هنا اسمها كيمي وفي هنا اسمها أرخيمي أرخيمي هي محاولات شعوذة تحاول أن تشرح لك أن يعطيك شيئا أنت تريده من كل العالم يريد الذهب لا نريده إن شاء الله نريد السعادة في الدنيا والآخرة لا نريد ذهبا نريد أن نعيش ونأكل ونشرب ونسافر ونتعلم ونصرف على صحتنا ونساعد أهلنا ونساعد بناتنا وإذا لزبهم شيء نكون موجودين ولكن لا نريد لا ذهبا ولا فضة كثير من الإخوة يقولوا هنا المال المال عندما يأتي من يتزوج ابنهم بنتهم أقول يا جماعة هو يجب أن تسأل هل يستطيع أن يهتم بها أم لا هذه فقط يعني على السريع نعود لوقتها نجد طبعا نجد لإبن تيمية بعض وغيره بعض الحجج التي كانت وقته لها اعتبار الرجل كان منتقلا بين سجنا لآخر كان في وقت اضطراب أم عجيب كل حروب كل سجون وما تركه فهو من إرثنا الحضاري فنأخذ ونترك حتى هناك أناس للأسف الشديد يحاول أن يدافع بشكل مستميت عن كل شيء في التراب يعني مثلا من الفتاوى التي يقولها تكتب الفتاوى الكبرى وفتاوى ابن تيمية مثلا لا نريد أن نستلب ابن تيمية هنا إخوتي الله وكلكون يعني فعلا نحترم كل العلماء ولكن فقط أمثلة لأن العالم تعرف عنه أكثر من غيره وإلا الأمثلة كثيرة والحمد لله فهو مثلا في بعض الأمور إذا استفتي بشيء يقول هذا هو الحق كذا وكذا وكذا وإن لم تعتقد بذلك يستتاب أو يقتل يستتاب أو يقتل يعني أحاول أقنعك أضع عليك الحجة أسجنك أعطيك فترة وأنت تقول لا تقتل طيب كما قلنا لسنا أبدا في مجال تقييمه وتقييم زمنه ومكانه وحجته ولكن في مجال هل نأخذ منه اليوم هذا الكلام ويأتي أحدهم يسمي نفسه مكافح الشبهات أو شيء من هذا القبيل يكتب أنه يكافح الشبهات ويضرب بوكسات يعني يضع بصورته يضرب ويقتل ولا أدري ماذا ويدافع عن مثل هذا يعني مثلا يقول ويثبت لنا أن الاستتابة هنا مثلا في مثال في مثال الجهري بالصلاة أنه من يجهر بالصلاة والصلاة سرية وهو مأموم يعني واحد منكم الإمام قال الله أكبر قال الله أكبر صدعلي الإمام يقرأ الظهر الفاتحة هو يقرأ بصدعلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويزعج المصلين فقال يشرح له ويؤكد أن هذا خطط ولكن إذا أصر بعد كل ذلك يستتاب أو يقتك هو المسكين هذا المدافع عن الشبهات يعني يحاول يقول لنا أن القتل بالأخير هي ليس لأن الرجل جهر في الصلاة القتل هو لأنه وضع نفسه وضع نفسه مكان الشارع الحكيم وجعل نفسه والعياذ بالله مكان الله عز وجل يعطينا الرأي كيف نصلي وإذا أقال أنا أرى أن الجهر في الصلاة حكم إسلامي شرعي فوقتها نأخذه كإنسان يحاول أن يلعب الدور التشريعي ونحاكمه على ذلك وبالأخير إذا لم يستتاب إذا لم يتب نقتله نقول له جزاك الله خيرا يا أخير ونشرح للناس كل ذلك لكي لا يخطأ حدا بها إما مثل ابن تيمية ولكن هل نأخذ هذا نقول لا لا وألف لا مبنيا على القرآن والسنة والتراث والتنوير وكل ما تر والقانون العالمي والوضعي والإسلامي والشرعي والأحكام والحدود لا نقتله قولا وادحا حط ها ماذا قال يعني إذا أتانا واحد قل وازعج علينا صلاتنا وصار يجهر ماذا نقول له تأتي له إدارة المسجد أو أخي يقول له الله يخليك أخير طول بالك الرجاء لا تزعج المصلي لا أنا أقول أن هذا هو الدين وهذا هو قول الله وملائكته ورسله يفرد قال ماذا نقول له لا نستتيبه ولا نقتله نقول تقع الله لا تزعجنا في صلاتنا ليس لك حق أن تجبرنا في هذا تريد أن تكون في بيتك وتجهر إجهر من الآن إلى يوم الساعة لن يزعجك أحد ولن يقترب منك إنسان فإذن إخوتي ضروري جدا أن نشرح للناس هذا الأمر والحمد لله رب العالمين بعض بعض من من حاول أن 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 يرجع لكل شيء من القديم بدأ يتراجع يعني بدأنا في هذه الأيام نسمع عن بعض العلماء الذين بدأوا ولو بشكل خفيف يقولوا نعم يجب عدم التسرع في الحكم يجب عدم التسرع في التطاول على عالم معين فهذا خير هذا خير ولكن الخير الأكبر وهذا ما نطلبه هو التفكر بالمنهج أنني نعم أمام إرث بشري يمكن أن أخذ منه وأترك حسب المصلحة والشرع والعرف وما أستفيد منه في هذا اليوم إخوتي وأحبابي فإذن التغيير يجب أن يكون هناك فرق وفصل بين المتغير والمتحرك في هذا الإرث التاريخي للأسف الشديد أخذنا الوقت في الأمثلة ولكن الأمثلة ربما تعطي فكرة أهم للموضوع من سرد معلومات وإن شاء الله في أيام أخر إن شاء الله متابعة لهذه المواضيع والمهم إخوتي أهم شيء أن تعطي أولادك ونفسك هذه الفكرة بأن التراف ليس مقدسا ولكن في نفس الوقت هو مجال للأخذ والفخر والبناء عليه بارك الله بكم ادعو الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة أن يستجيب لنا وأن يرحم المساكين في كل مكان وخاصة في فصل الشتاء أن يرحم المهجرين الذين ليس عندهم مأوى إخوتي وأحبابي لا ننساهم من دعائنا وأيضا مساعدتنا بارك الله بكم الحمد 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 لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله إخوتي وأحبابي الأسبوع الماضي وليس الأسبوع الماضي البارحة أو ليلة قبل البارحة حصلت جريمة عنصرية بشعة جدا في ألمانيا دخل عنصري مسلح قتل أكثر من عشر أشخاص في مقهى للشيشة في ألمانيا وهذا أمر لا نستنكره فقط فكلنا نستنكر ولا نرفضه فقط فكلنا نرفض بل نطالب الجميع هنا مسلمين وغير مسلمين أن يأخذوا الأمر محمل الجد ونطالب أيضا وهذا كتبناه للسلطات الألمانية والنمساوية أن يأخذ هذا العمل على أنه عمل إرهابي لا نقاش به لماذا ليس فقط لأنه رجل أبيض ألماني قتل أجانب رحمة الله عليهم ومسلمين خاصة ولكن هناك من يقول ممكن أن يكون عنده مشكلة ممكن أن يكون عنده شجار معهم ممكن أن يكون عنده خلاف مع هذا المقهى لا هذا وجد عنده في بيته كلام عنصري معادي الشرقيين واللاجئين وغير ذلك وكتب فيه أنه يجب علينا أن نخلص ألمانيا منهم وليس هناك مشكل إذا أفنينا نصف نصف الناس الموجودين في ألمانيا فإذا هذا عمل عنصري معادي للإسلام ونرفضه ونطالب السلطات بكل وضوح أن يأخذ هذا محمل الجد ماذا يعني هذا بالنسبة لنا هل يعني خوفا هل يعني طلب حراسة إلى الآن لا إلى الآن السلطات المعنية تعمل جهدها في كل شيء والحق يقال أن هذه المرة المرة الماضية في عام 2009 عندما قتلت الشهيدة مروى الشربيني المصرية وقتها في ألمانيا في قاعة المحكمة أخذت السياسة حوالي أسبوع إلى عشرة أيام حتى قالوا أنه عمل عنصري اليوم الحمد لله بعد السويعات سويعات من هذه الجريمة البشعة أجمع سياسي ألمانيا والنمسا وغيرهم أنه عمل عنصري وإجرامي وأنه ليس فقط نتيجة جنون عصبي طبعا كل إرهابي فيه شيء في عقله عادي ولكن لماذا إذا كان مسلم فمباشرة يكون إرهابي أما إذا كان غير مسلم فيجب أن نفكر الكثير ونبحث ونقرر بعد ذلك الحمد لله هذا لم يحصل وقر أنه عمل إرهابي بخلاف لندن في لندن سكوتلاد لم تقل أنه عمل إرهابي لا ندري نعلق بعد أن نعرف التفاصيل أما تفاصيل ألمانيا فهي معروفة ويعني لنا إخوتي وأحبابي عدم الانغلاق بالعكس الانفتاح على تعلم اللغة على فهم الآخر على السلام على البشر على مساعدة الناس على الابتسام في الشارع رجالا ونساء على النظر أين نحن موجودين على العلاقة الجيدة مع المعلمات والمعلمين في المدرسة الانتباه على تصرف الأولاد في كل شيء لكي يذهب هذا الشيء الاحتقان الاحتقان الموجود في المجتمع للأسف الذي نوعا ما يأخذ وجها جديدا يمكن أن يصبح مسلحا وهذا خطر ليس علينا فقط كمسلمين وكأقليات دينية ولكن خطر على الاتحاد الأوروبي وعلى وجود أوروبا كلها برمتها كقوة عالمية لها اسمها وحضارتها ومركزها في هذا العالم فنسأل الله عز وجل أن يذهب عننا كل كره وكل حقد لا نحقد على أحد لا نريد الإساءة كمسلمين نقوله باسم المسلمين في ألمانيا والنمسا وكل عالم نحن شعوب مسالمة تفتح يدها للجميع تطالب بالاندماج والانفتاح وبنفس الوقت نحن نطالب السلطات بحمايتنا على المستوى الموجود اللازم ونطالب الجميع بأخذ كل الخطوات لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه واليوم الإرهاب اليميني المتطرف العنصري المعادي للإسلام بارك الله بكم عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائك بقدسه حيث قال عزامي القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى الإبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر اللهم يا من لا يرد سائلة ويا من لا يخيب للعبد وسائلة يا من أمره بين الكاف والنون يا من إذا قضى أمراً قال له كن فيكون اللهم إنا قد وسطنا إليك أكف الضراعة سائلينك يا الله أن ترحمنا وترحم الناس أجمعين اللهم لا تجعلنا في هذه الجمعة المباركة ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا ديناً إلا قضيته ولا ضالاً إلا هديته ولا مريضاً إلا شفيته اللهم ولا مريضاً إلا وعافيته اللهم ولا مريضاً إلا أعدته لنا سالماً معافاً مشافاً يا الله يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين أرحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلِّمنا وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعَذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون أخي بالصلاة ترجمة نانسي قنقر